اشتركوا في القناة 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 ايه الحظ اللي وقعني في واحد زيك ربنا يسترها علي وقامت بسرعة وتلعت بره علشان يستوى وقالت جهز العربية يا عم اسماعين مش في صباح الخير ازايك يا عم اسماعين الاول صباح الخير ازايك يا عم اسماعين هعمل ايه الحمد لله الحمد لله يا ستة كل انت اللي عملا ايه انا ستة كل مرة واحدة الله يكبر بخطرك يا عم اسماعين المهم العربية جهزة علشان مش عايزين اسمع كلمة كده ولا كده اه جهزة يا بنتي انا مش عارف والله انت مالك حمائية كده ليه والله ايه ده نهدية خالص يا عم اسماعين بس بصراحة الفنان مزودها شوية ما لش استحملي شوية هو صعب مع اي حد ولما يتعود بس علي في الاول بعد كده هتحس بسهولة والله يا عم اسماعين انا خايفة بعد كده تبقى الدنيا تبص اكتر يلا انا مستحملة بس علشان خاطر انا محتاجة الشغل ده ومحتاجة كل جنيه بيدخلي منه غير كده والله ما كنت اعدل فيها الله يسمحك يا عم فخري انت السبب في الشغل انا دي طب اسكت علشان خاطر شكله جاي وراكي ولو سماك هتروح في ذهي يا نهر ازرق لا 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 انا مش نقصرح في ذهي اكتر من لنا فيها يا عم اسماعين قاسمني احسن لا ما نقدرش بس هنسكت دلوقتي ولك اننا صحاب تمام احلى من ساعلك يا فنان صباح الخير يا عم اسماعين هامل ايه انا قويس يا بش تفض ويرقبوا العربية وراحوا مكان التصوير كان هو قاعد وراه وماسك الايباد بتاعه وهي كانت قادة قدام وعنيها كل شوية تيجي في المرية واتبص علي وبينها وبين نفسها تقول والله البيت مر ودي معها هو شكل حل بس شخصيته صعب اطاعها وقال بتبص علي ليه انا ببص عليك فين ده في المرية لا طبعا ما ببصش عليك انا ببص على الطريق الطريق قدامك مش وراكي لا ما انا ببص قدامي ها وقال شاح مر من الكسفة اللي هي فيها وفضلت بص قدامها زي الالف لغاية ما وصلوا موقع التصوير ودخلوا هو بيجهز للدور وهي فضلت وقفة برا عملة تناهد وتقول هي اضطرت دور بتاعه النهار ده هيكون على ايه ربنا يستر لانه هو ما بيقمص الدور بيطلعه علي انا لقى تواحد جايه بيقول لها ايه ده زيك يا ليلى عملة ايه ايه انت مين انا مين انت مش عارفان انا مين ولا بتهزري لا اكيد ما بهزرش انت مين لحقت تنسيني ماشي يا ستي يمكن شكل تغير شوية المهم انا علي كنت زميلك في القلية وكمان في الحارة اللي انت سكن فيها وبأمرت اما كنا بنا كل حالة بيست مع بعض على طول بس انا مشيت وسفرت واشتغلت بره اه زيك يا علي هعمل ايه الحمد لله انا كويس انت اللي عامل ايه ويجبك هنا موقع التصوير ولا بتشتغلي ايه هنا لا انا مش بشتغل في موقع التصوير انا بشتغل مع الفنان سلم نصار ينهر ابيض وصلت لده ازاي وصلت له عن طريق عم فخري بعد ما خلصت كلية كنت بتلطمنت شغلانة لشغلانة وهو قبل الشغلانة دي قبل ما يسافر بس يكفيك الشر ربنا شكله غضبا علي علشان خاطر وقعت في الشغلانة اللي زي دي ليه بتقولي كده وهو حد يقولي يشتغل مع الفنان سلم نصار يا اخوية ما كنتش عايزة تقولي المهم انت عاملي وبتشتغل ايه هنا انا هنا مدير موقع تصوير وبشتغل تبع مدير انتاج وشوية علاقات كده وصلتني يعني ممكن تقولي الحالة مشيت معي كويس الله ينور يا باشا فعلا باين من الشكل ومن لبسك وان الدنيا بايت مريشة معاك اللهم لا حسد يعني خرج سليم من القوضة بتاعته في الوقت ده وهم الاتنين عمالين يتكلموا وبيبصوا البعض وبص بغيز وشعور مش مرتاح وهو شايفها وقفة مع واحد وكمان عمالة تضحك وقال باحد ده ليلا تعالي هنا بصت له بخضة وقالت طب سلام بقى انت يا علي وراحت عندي سليم وقالت نعم نعم يا فنان ايه اللي موقفك مع الشاب ده ده واحد معرفة يعني يا فنان وكده بلى معرفة ولا مش معرفة ما تحصلش تاني مرة ولا شوفك وقفة مع اي حد وخصوصا المعرفة ده احنا في فترة الشغل سمعه ولا لأ سمع سمع يا باشا سليم اخذ بعضه ومشه وهو متضايق جدا وهي قالت باستغراب ما له ده متضايق عليك ده ليه هو انا كنت عملت له حاجة ولا ايه اما سليم اللي كان في المشهد قدامه الفنانة ميرنا بيمثله مشهد رومانسي وهو حاسس انه هو متضايق جدا وخرج من المود بسبب انه هو شايف ليلا مع الشاب ده كانت ليلا وقفة بتتفرج عليه وهو بيقدي المشهد ومستغربة جدا من اداؤه لان مش بالعادة هو بيكون كده ودايما بيكون اداؤه صحه ومزبوط ايه ده هو ماله هو في ايه احنا هنوقف في التصوير انا حاسس ان انا مش في المود خالص واخد بعضه ومشه وكل اللي في اللوكيشن وقفين مستغربين لان دي اول مرة هو يوقف في التصوير وكان قاعد في الاودة بتاعته وعمال يفكر ويقول طب ايه علاقة ان انا شفتها وقفة مع الشاب ده بان انا مضغز ومتدايق انا مالي ومالها اصلا لا ازاي ازاي مالي ومالها دي بتشتغل عندي ويعني المفروض تبقى واخدبلها من شغلها بس انا متدايق ان هي وقفة مع الشاب ده يعني لو كنت شفتها وقفة مع حد تاني ما كنتش هتكلم بس هي وقفة مع الشاب ده بالذات واللي كمان يعني كان بين عليه ان هو مبسوط جدا وان هو واقف معها بس لا انا لازم اشيل الفكرة دي من دماغي هو انت بتغير ولا ايه يا سليم سليم قال لنفسه لا 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 انا مش بغير اكيد يعني وبعضين هغير على مين على البنت دي لا ده اكيد تهيئة بتحصل لي ايوه انا لا بغير ولا هغير عليها وما يبقاش اللي هي علشان اغير عليها ولا ايه خبطت ليلة ودخلت يا فنان المخرج بيقول هتقدم اشهد تاني النهاردة ولا كفايا كده لا انا مش هشتغل النهاردة وانا مش في الموت خالص طب ايه اللي حصل لكل ده وانت مالك تبتسألي ليه بتسألي ليه على اللي حصل هي دي حاجة تخصك ايه الاسلوب والطريقة دي لا وبعدين يا فنان انا بصراحة يعني شايفة ان انت اصلا ما كنتش حلو وبالذات مع ميرندي ما بتنزليش منظور وحش ولا حلو انت هتقيميني ولا ايه لا بس بصراحة يمكن اللي اسمها ميرندي هي اللي مش منديك المدة انا لو ما كانها والله عرفة ما سلو الدور احسن منها بمراحل لا والله على اسس ايه بقى ان شاء الله اصلا كنت في معهد التمثيل على فكرة سليم ام وقف وقرب منها ومسك ايدها وقال يلا وريني با ادقي والتنين عيني هم جد فانين بان وهو قال انا بحبك بحبك يا ملك ومستعدنا نعمل اي حاجة علشانك ليلة اخدت نفس طويل وقلبها كان بيدق بسرعة وقالت وانا كمان بحبك يا طري هو مش عايزة حاجة من الدنيا غيرك انتو بس وعايزة عايش معك بقيت عمري كله واسليم وهي في ضرب الصين في عيون بعد وليلة قالت مستعدية ان انا اعيش عمري كله هستناك بس في الاخر اضمن ان انت هتيجي ترجعلي وانا هجيلك هو مش هسيبك ابدا من عائل يكون في ايده فرصة زيك ويسيبها من عائل يكون في ايده الجنة ويطلع منها انا مش هسيبك مش هسيبك ابدا مش هسيبك يا ليلى قال اسم ليلى في اخر الكلام وبهمسه علشان ما تسمعوش لانه ذات نفسه مش عارف ازاي نطق اسمها ويثجأ هم اللي اتنين فاقوا من سرحنهم على صد تسفيق كبير قوي وبصوا لقى المخرج واتنين معه وامرنا وقفة والمخرج سقف وقال اداء هايل يا فنان هايل هايل انا بجد مش مصدق ان الاداء ده يطلع منك يا سليم انت والبت اللي بتشتغل عندك دي بصراحة انا شايف ان اداءها احسب من ميرنا بمراحل ده غير ان انت ذات نفسك مشاعرك زهرة واضحة زي ما انا عايز وميرنا قالت بغيز استاذ حسن استاذ حسن انت ازاي تقول ان البنت دي اداءها احسب من ادائي يعني اكدب يعني يا ميرنا ميرنا بصت له بغيز وقالت انت عارف كويس اوي انا ممكن اعمل ايه وتوتر وقال اد انا بهزر يا فنانة بهزر هو في حد زيك ولا في ادائك هو بعد اندحت بيتي يعني لا راح يتولجت المهم يا فنان هنقدم مشاهد النهاردة ولا لا سليم اللي فأمن سرحانه وشال عيونه اللي على عيون ليلى اللي كانت حسب الاحراق كبير اوي وقال لا انا مش هقد اي مشاهد النهاردة انا محتاج اننا نروح وارتح شوية واخد بعض ومشى واميرنا كانت بص الليلة بقر وقالت انت لو فقرت تنسلي قدام سليم تاني سدقيني هتندمي على اليوم اللي انت دخلت فيه الموقع هنا هو مش بس كده انا كمان وقطعتها ليلة وقالت على فكرة انا هنا مجرد واحدة بتساعد هو بتشتغل عندي سليم باشا لا اكتر ولا اقل اخدت الحاجات بتاعت سليم هو مشيت ورا واميرنا بصت لحسن وقالت حق بك اللي حصل ده وانا مالي ما انت اللي معرفتيش تدخل في الموت زي ما البيت دي عملت انت مش شفت نظرة طولها كانت عاملة زي انت هيكون فيك لعيب وتحط فيه انا انا مش عارف ايه والله ده حسن اخد بعضه ومشى وهي قالت بغيز ماشي يا سليم والله لو حصل اللي في بالي لا اكون مبوزة دنيا عليك اما في العربية كان سليم وليلة واسماعين قاعدين كلهم سكتين ليلة قالت يا جماعة احنا في ميتم ولا ايه بقى اقول الله اسماعين ضحك وقال والدوام لله يا بنتي انت بتفول علينا بالميتم ليه ما فيش حاجة يا عم اسماعين بس انت مش شايف المدعمل ازاي وبصت لي سليم وبعدها عم اسماعين وقالت بقولك ايه يا عم اسماعين هو الواحد لما يكون متضايق ومخنوق بيعمل ايه بيعمل اي حاجة علشان خاطر يخرج من المود اللي هو فيه الله ينور عليك ايه رأيك بقى في الكلام ده يا فنان رأيه في ايه هو بعدين ايه اللي انت بتتكلمي في ده بص هقولك على حاجة وقف العربية كده يا عم اسماعين اسماعين بص لسليم وقال عمل ايه يا بش واسليم بص الليلة وقالت والله اجرب اجرب بص التجربة لا حرم ولا عين سليم فضل الباصس لها شوية وبعدها قال تمام وقف العربية يا اسماعين ومش انت اسماعين وقف العربية واخد بعض ومشة لو قال هبق هتعمل ايه وريني انا سمعت كلامك للاخر اهو اوكي شكرا بص ايه رأيك تعيش يوم كانك مش الفنان سليم نصار وبالتالي هتغيري المود واتحب ان انت ترجع تاني وتكون سليم نصار وبكده نكون ضربنا عصفرين بحجر وده بقى اللي هو ازاي بقى ضربنا عصفرين بحجر اول حاجة هوريك شوية حاجات انا نفسه ورها لك تاني حاجة وده الاهم ان انت هتخرج برا المود اللي انت في ده يمكن لما خرجك في الاماكن اللي انا حبها دي تخفف الضغطة عليك شوية وتفق كبوزك يعني لما اغزة ماشي وريني بقى هتعمل ايه اول حاجة لازم تغير شكلك وده ما ينفعش تمشي في السوق كده الناس هتجر عليك ومشان عرف ناخد راحتنا يعني هنعمل ايه تعالى بس قامت دخلته محل وقالت للراجل اللي جوه لو سمحت محتجش انا بوطاقية ونضارة واخدت الحاجات من الراجل وقامت جيرت على سليم ولبستهم ليه وقالت يلا كده تمام برافو وصلنا للشكل العادي اللي محدش هيعرف ان انت الفنن سليم نصار اه وبعد كده هنعمل ايه هو انت اتغديت لا طب تعالى بقى ورايا قامت واخده وراحه عند محل مصمط وقالت للراجل لو سمحت نزلي مشكل هنا لو سمحت الراجل حط الاكل واسليم قال باستغرب ايه ده كل الاول اصلا انا مش هقدر اقولك اسماء الحاجات دي لو عرفتها بصراحة مش هترضى تاكل ليه يلا بس كل خد الحتة دي حط اول حتة في بقه وهي كانت متوترة من رد فاله وبعدها قال بقى اعجاب البطاعة ده طعمه حلو اوي ايه ده منبار يلا بقى اكمل صدقني بقيت الاكل هيعجبك يلا علشان كمان نروح نحبس بعدها واخدته بعدها وراحوا عند محل عصير اصب وبعدها فضلوا يتمشوا على النيل وبالليل وهم بياكلوا ترمس ولب سليمت نحيد وقلب ابتسامة انا عمري في حياتي ما كنت تتخيل ان نعيش يوم زي ده ايه رأيك بقى حاجة حلوة صح حاجة حلوة ولذيذة وكمان جديدة شعور غريب ان نعيش في وسط النس كده اكل اكل الغريب ده واشرب عصير اصب وحاجات كتير ما كنتش هتخيل النعيش اشكرني بقى بصلها بشكر وهي قالت خلاص يا عم مش عايزة شكر لا شكر على واجب هو بعضين عادي الحياة اللي انت معجب بها اوي دي احنا بنعيشها كل يوم ساعة الواحد يا ليلة بيكون عايش حياة كل نفكرها انه مبسوط فيها بس الحياة بتكون عكس كده ده اللي هو ازاي انت الفنان سليم بلاش تدخلي بقى في كلام ملكش فيه يلا بقى علشان نروح طيب هنلعب اخر حاجة ايه هي بقى انا هجري وانت هتجري ورايا ولو مسكتني هيبقى لك عندي حاجة انفزها لك ولو ما مسكتنيش انا اللي هطلب منك طلب اتفقنا مشي اتفقنا بس النهاية هتبقى فين شايف عمود النور اللي هناك ده النهاية هتكون هناك كده النهاية هتكون هناك كده صح يلا بقى واحد دين ثلاثة وجريت ليلة وهي عم لا تضحك واسليم جرى وراها وكان مبسوط كان حاسس انه هو طوير من الفرحة قصوصا معا هي ان هي عايزة تغير في موده بس من اليوم اللي هي دخلت فيه وشافها مع فخري وهي جاي تتقدم للوظيفة وهو مقبلهاش فيها علشان خاطر فخري قبلها علشان شاف عنها حاجة غريبة عينيها اللي وقعته من اول يوم شافها فيه ومسكها سليم وقلبي ابتسامة وفرحة كبيرة مسكتك خليكي فكرة ليه عنديك حاجة هتحقق اهلية تمام هو انا موافقة واللي اتنين فضلوا بصين لبعن وهم عمالين يتحقوا لغاية ما فوقهم صوت كالكس بتاها العربية اسمعين جاه وركب وسليم قال لها هنتقبل بكرة ان شاء الله ويمشى وعمل لها باي وهي عملت له باي وكانت دي اول مرة سليم يكون مبسوط فيها بالطريقة دي واستمر الحال ده ثلاث ايام في الثلاث ايام دي كل يوم ليلة تخرجوا في اماكن مختلفة ويروحوا اماكن مختلفة يشوفوا ناس جديدة خلتوا يعيش لمدة ثلاث ايام مسليم نصار شاب عدي جدا وده اللي مفرحوا وهو شايفها بيبتسم معها ويمكن عملها حجة علشان يكون معها وتخرجوا الخروجات دي وفي يوم في موقع التصوير كان سليم بيمثل والابتسامة على وشه وطبعا قل لاحظت تغيير على سليم في موقع التصوير حتى عم ما اسمعين اللي لاحظت تغيير كبير اوي عليه الليلة كانت بصوله وعملت اتحكوه هو بيمثل وفجأة سمع صوت سويت في المكان وكانت مرنة اللي عمالة تقول الخاتم بتاعت سرق الخاتم بتاعت سرق الحقوني وقل اللي في الموقع انتبه لها وهي عمالة تصوت علشان الخاتم بتاعها اللي ضع وقالت الخاتم بتاعت سرق وانت يا حرمية انت اللي اخدتي انت كنت اخر واحدة طلع من القوضة بتاعتي المساعدة شافتك انت تي بتقول ايه لأ طبعا ما فيش حاجة من دي حصل لا انت اللي سرقتي المساعدة بتاعتي هتكذب ليه الحقني يا مخرج الحقوني في حرمية هنا في اللوكيشا والقل اللي تلم واسليم جيرا وقال هو ايه اللي بيحصل هنا اللي معك دي حرمية وسرقتي الخاتم بتاعي المساعدة بتاعتي شافتها وهي طلع من القوضة بتاعتي والليلة قالت بصدمة والدموع فانيها لا طبعا ما حصلش اي حاجة من اللي هي بتحكيها دي انا عمري وقطعتها وقالت انت تكذب ولا ايه انت مجرد حتت بنت شحاتة وغلبانة واكيد اول ما تشوفي حاجة زي دي عينك هتطلع عليها والليلة بصت ليسليم وعنيها مليانة بالدموع وقالت والله لازم ما حصل ما فيش اي حاجة من دي حصل تكلم يا قستة سليم قل لهم سليم فضل ساكت وليلة كانت مستغربة جدا اللي بيحصل وقالت قل لهم قل لهم انا ما عملتش كده بتانتي خذ بعضك وطلعي من هنا وامشي مش عايز اشوفوا الشكتان في اي حتة قريبة مني ولا من الفنن سليم يا ام قصما بالله ارفع عليك دعوة ووديك في ستين دهية ليلة كانت مستنية اي رد فعل من سليم بس رد فعله خيب ظنها اخدت بعضها وقريت وهي عمالة تعيط ومش مصدق ان هو ما وقفش معاها وراحت على البيت ودخلت قضتها وقعدت تعيط وهي بتقول ليه ليه يا رب ودخلت مروة وقالت بخضة مالك في ايه بالله لك يا مروة تلاقي بره وسيبيني في حالي مروة اخدت بعضها وطلعت بره لانها شايفة حالة ليلة وعرفت ان هي محتاجة تكون لوحدها ليلة اللي فضلت نيمة على السرير وعملت عيط وبيتقول ده صدقها وبمنتهى السهولة ما وقفش معايا بقى بعض كل اللي انت شفتوا مني ده وعرف حسن نيتي انت اللي تشك فيي الشك ده معقول معقول يا سليم لا اكيد في حاجة غلط حصلت وانت ما صدقتينيش من الاول الا انا كنت عيشة معاه الايام اللي فات دي والسلم خالص والتاني يوم صحت من النوم وقعد على صفرة الفطار وبتفتر مع مروه اللي الفضل كان هياكلها فقالت لها انا سبت الشور هو ما تسألينيش اكتر من كده يعني انت كويسة يا ليلة هبقى كويسة ان شاء الله واسم عصود اخبار في التلفزيون بتقول الفنان سليم نصر اعتزل التمثيل ورفع دعوة قضائية على الفنانة مرنة بيتهمها ان هي نصابة واختلست اموال من الشركة الانتج بتاعته وامر وقالت بصدمة ينهر ابيض انا كنت عارفة اللي اسمها مرنة دي هتطلع من تحت تبن اصلها طلعت مرة واحدة كده وبقت فنانة مشهورة من فين وما حدش يعرف حاجة طيورة على اشكالها تقع اكيد ربنا هيوقعها في شرق عملها معك حق والباب خبط وامر وقالت باستغرب من اللحمته بتحبه ده وجاي على الفطر على طول اصدق من الغدت اللي جاي في وقت زي ده وراحت مروة تفتح وليلة كانت قاعدة وعمالة تبص على الاكل وتقول الله يسمحك يا سليم الله يسمحك خيب تظني فيك ويفجأة لقت حد قاعد قصدها وقال حلو الاكل ده تصدق وحشني فلو الطعمية والبتنجان والمخلن انت انت هنا تبتعمل ايه هنا ومروة اللي كانت وقفة ومبلمة وقالت يا بركة دعاك يا امه اخيرا حلمت حقق والليلة بصيت له بصدمة تقل لي جابك هنا انا جهي رجعك الشغل وانا مش رجع لا شغل ولا غيره كفاية اول اللي حصل لي بسبب الشغل ده طيب ممكن تهدي بقى وتسمعيني للاخر لما مرنجت وعملت الهليلة اللي هي عملتها دي انا كنت اكيد ما كنتش مصدقها هو مصدقك انت بس قلتنا دلوقتي لو قلت ان مرنجت دابة وقفت معك عليها اكيد في اللوكيشن هيتكلموا علينا وانا اكيد في حاجة بيننا وده اللي انا مش عايزه بسمحش حد يجي بصيرتك بس انا بقى لعبتها صح وقررت ان نكشف مرنة واشوف هي وراها ايه احسن من ان طلعك بصورة مش حلوة وبعدها يا ستي جيتهو علشان خاطرة رجعك الشغل تاني وترجع تكوني معي يا ليلة انا مش هينفع حد يكون معي غيرك بس انت فين وانا فين يا فنان سيبك بقى من الكلام اللي لا بيقدم ولا بياخر ده وبعدين انا جاي اطلب منك الطلب بتاعي اللي انتي قلتي هتحقق ايه فكرة ساعة المسابقة ما بتنساش حق وقال بحب وبتسامة لا بصراحة وبعدين انا مش عايزة بعيدك عني يا ليلة والليلة بصت في عيني وقالت بحبك على فكرة انا ليلة انا عايزك في حياتي انت انت تقصد ايه انا مش عايزك بس سكرترت الفنان المشهور انا عايزك حبيبتي الفنان المشهور ومروح حطت ايدها على قلبها وقالت قلب الصغير لا يتحمل وقامت وعيتها على الارض وليلة وسليم ضحكوا وسليم وليلة قالوا بهمس بحبك بحبك استوب لحد هنا وتوتا توتا خلاصة الحدوتة نقول حلوة ولا ملتوتا يا ترأي رأيكم في قصتنا وتمنى ان هي تكون عجبتكم وقبل ما تمشوا دعمونا باللايك والكومنت الحلو واستنونا في قصص كتير جميلة جدا دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته